هذا الفيديو لحشارككم طريقة جدولة المحتوى عن طريق تطبيق من فيسبوك فيسبوك بيطرح تطبيق بتقدروا تجدولوا فيه المحتوى وتحطوه لوقت آخر للنشر تحددوا اليوم والوقت والساعة لح تشوفوا ضمن هذا الفيديو خطوات خطوة بخطوة كيف تقدروا تصنعوا المحتوى تحطوه داخل البوست أو الجدولة وتحطوا المحتوى المكتوب وتنشوه بالوقت واليوم اللي بتناسبكن إذا حبيتوا الفيديو أرجو منكم المشاركة بالقناة ليوصلكم كل جديد من أدوات رقمية أكثر وبنفس الوقت لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتشاركوا هذا الفيديو مع أكثر ناس هذه الوضعية أو هي الطريقة فقط للموبايل إذا أنتم حابين نشوفوا الطريقة عن طريق الكمبيوتر فيكن نشوفوها بوقت لاحق وفيديوها جاي شكرا جزيلا تابعوا الفيديو طبعا منروح على الفيسبوك صفحة الفيسبوك الأساسية ندخل على زر المربع ومنبلش عن النشر ونختار من عنا الجالري أو من الصور الموجودة بالموبايل الصورة اللي بدناياها اللي مكون نحن صممناها ومنضيفها هون على صورة أو فيديو ومنختار المكان ومنختار كمان بنفس الوقت الكامشن اللي انتم حابين نضيفوه عند هون اكتب شيء وإضافة الصورة بتكبسوه على الزر الزائد وبعدين هيك بتروحوه على الجالري أو الصور وبينضاف عنكن أي صورة بتكون إياها مثلا أنا بالمسابيل المثيل عندي هاي الصورة حطيتها وضفت عليها وبعدا منها بلشت أكتب المحتوى المكتوب اللي لازم يكون ضمن الفيديو فلهيك اخترت لحالي محتوى مكتوب جديد ممكن تكتبوه معلومة صغيرة مثلا معلومات أو معلومة اليوم أو مثل اليوم أو شيء عن اليوم كل هذا ممكن يتفرق من شخص لتاني ممكن يكون بطريقة مثالية وبسيطة لا تنسوا تستعملوا الهاشتاغ المناسب للصفحة تبعكن أو للإسم البراند تبعكن والعلامة التجارية للكون وبنفس الوقت بنتنشروا اليوم فكن تحطوها ليوم تاني وتحطوا الوقت بالجدول للوقت التاني اللي انتم بتختاروا هون بيطلع عنكن قيمة الوقت اللي بتكونيها اي شهر اي سنة بتختاروا اليوم والسنة والساعة المحددة اللي حابين تنشروا فيها وبتسجلوها مثل كأنكن عم تربطوا ساعة المنبه وبهذا الوقت نفسه بتعين التاريخ وبتصير مربوط عنكن على الفيسبوك بتنزل البوستات بتحديد الوقت المحدد لألها دل الفترة نحن بحاجة ان ندخل على هذا الزر لانه هذا الزر بيوديكن على الوقت المناسب اللي حابين تنشروا فيه للمحتوى يعني اذا انتم حابين صباحا او مساء بحرف الصاد هي صباحا والميم هي للمساء وهيك بيكون تنظم عندكن المحتوى وتسيف وتواجد ضمن البوست جاهز لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكراب وشير للقناة اذا عجبكم المحتوى واكيد في فيديوهات جاي شكرا كتير لعوا تكون ضلوا الف خير